أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقذت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نقطها أجرها مرتين وأعتدنا لها لسقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيضمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقبنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يرين الله ليلهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وانكرنا ما يطلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك والله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك هالكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم عجرا كريما يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تضع الكافرين والمنافقين وذهذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكعتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسلحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجعون معك ومؤتا مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرقنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤتي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرأ عينهن ولا يحزن ويرضون بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانكشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحني منكم والله لا يستحني من الحق فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أبهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن فاتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجبون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما سقفوا أخذوا وقتلوا تغتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبتيلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله كما يذلك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعذرهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تغلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسولا فقالوا ربنا إنا أطعنا ساتتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأهم الله مما قالوا وكان عند الله يجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرقنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها واحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها فهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنهم إثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورسع كديم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجس أليم ويرى الذين أوت العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العجيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزغتم كل ممزع إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به زنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب وضلال البعين أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شاء نقصف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك الآية لكل عبد منيب ولقد آتينا دابود منا فضلا جاء جبال أويبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد وأعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر وروحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يدي بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان قل جواب وقدور الراسيات يعملوا آل دابود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يميل وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب عفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثن وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديثا ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفير قل دعوا الذين سعمتم من دون الله لا يملكون مسقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل لله وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستخدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذي الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استدعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استدعفوا ونحن صدناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استدعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إن تأمروننا أن نقرب الله ونجعل له أنتاتا وأسر الندم تلما رأوا العذاب وجعلنا الأغلان في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالهم وأولادهم وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فليوم لا يملك بعضهم لبعض نفحا ولا ضرا ونقول للذين ولم ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم فقالوا ما هذا إلا إفق مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم من هذا إلا شحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أوسلنا إليهم قبلك من نزير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفردا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نزير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدء الباطل وما يعين قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قليب ولو ترى إن فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قليب وقالوا آمنا به وأنا لهم التنافس من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثلها والثلاثة وارباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا منسل لكم من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزق من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتقذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شذير والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتسيل السحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون سيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقهم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنسا ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمره ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستب البحران هذا عف فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون نحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يقفر بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن شاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزل وازلة وزر أخرى وإن تدعو مصقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذل الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستبي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا ظل ولا الحرور وما يستبي الأحياء ولا الأموال إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبول إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشير ونذير وإن من أمة الله خلا فيها نذير وإن يكذبوا فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات فبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يطلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فرله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بالإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ونؤلؤا ولباسهم فيها حذير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دعا المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لقوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوحوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم لأم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير ليكونن أهدا ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومقر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحبيلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجته من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤخر الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجل كريم إنا نحن نحن نحجي الموتى ونكتب ما قدموا وآسارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب الخديث إن جاء أهل مرسلون إذ أوصلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أخص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق الله العظيم صدق الله عزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزي